موسيقى طبعا موضوع طويل على فكرة ممكن نحكيه بإسهاب وبطول وبعرض لكن خلينا أقول قبل ما أخذ المكالمات المسيح سيرجع ثانية اليهود بينتظروا مسيح المسيحيين بينتظروا يسوع المسيح اللي جاء في المجيء الأول وبما أنه تمت النبوات في المجيء الأول بمصداقية تامة وبوضوح فطبعا نحن نتوقع مجيء المسيح ودينونة هذا العالم والنهاية الأخيرة والعصر المجيد طبعا بالنسبة للإسلام بحسب إذا أنت سنة أو شيعي في أمور مغلوطة بهوية المسيح لما بيرجع ثانية رح يقتل خنزير رح يكسر السلبان اللي هي طبعا إنكار كامل لكل الكتاب المقدس يعني حطيت كل الكتاب المقدس على جنب وطبعا بالنسبة لليهودي أو المسيح الصعب يفهم هذا الشيء ولسيما ما عندكش نسخة أو ما عندكش شيء بديل أو هو ليه أنت بتنكر الكتاب المقدس أعطيني السبب أقول لي ليه فابتدوا يحطوا مواصفات لهذا المجيء المسيح وبعدين بالنسبة للمهدي والشيعة وكذا أنا مش عاوز أطيل في هذا الموضوع لكن يسوع هو المسيح وخليني قبل ما أخذ المكالم أحبائي بس أقرأ آية وحدة من إنجيل يحنى إصحاح عشرين من آية تلاتين وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حيا باسمه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر